مرحبا بكم في قناة تحفة يوب اخبار اليوم الجزائر والسعودية يفشلان خطة من النظام المغربي ولن تصدق ما فعله وكيف عالت العلاقات لمجرعها وانهت الجدد وهذا ما تخطط له المملكة والجزائر قريبا بداية الجزائر والمملكة العربية السعودية تقوما بتصدي لحملة دعائية من اعلام النظام المغربي في محاولة افتعال ازمة لوجود لها اصلا من اجل خدمة اجندات المخزن والمطبعين ما استوجب الرد الواضح من السعودية والجزائر وقبل الحديث عن الرد تنائل دي اربكة وورط الملك المغربي محمد سادس يقوم لأهلهم المغربي منذ ايام بشكل واضح وموجه من مخابرة الملك لمحاولة تشويش على العلاقات الجزائرية السعودية اين نشرت جل الصحف والقنوات المغربية خلال الايام الماضية وحاليا اخبارا مغلوطة لاساس لها من الصحة عبر الادعاء ان السعودية صدمت الجزائر وصارت ان يدعون انها ردت على الجزائر ويدعون وجود ازمة وغضب سلمان ووالده وانهم يتوعدون الجزائر بالادعاء ان السعودية غريبة من الجزائر وتلغط بقوة على الرئيس بون وتطلب منه ان يقبل الصلح مع المغرب ويعيد لهم بيع الغاز ويرفع كل عقوبات وان لا لن تنسر العلاقات بين السعودية والجزائر كما كانت وطبعا كل هذا مجرد افترع نفته كل من الجزائر والسعودية السعودية بدورها غضبت بشدة واعتبروا ان هذه الادعاءات من الاعلام المغربي فيها استغلال مباشر للسعودية ومحاولة ادخالها في سراعات مع الجزائر لا تريدها ولا دخل لها فيها وطلبت بوقف هذه تلاعبات فورا بعد ان تمدى اعلام المخزن فيها كثيرا خاصة مؤخرا وعدم الاستجابة لدعوات سعودية بوقف ادخالها في مشاكل لا علاقة لها بها مشيرين الى ان العلاقات الجزائرية السعودية على احسن ما يرام ومستمر بشكل عادي ولم تصل لهذا التناسق وتفاهم في اي وقت مضى كما يحدث اليوم من تفاهم كبير فحتى تغيب بن سلمان عن قمة الجزائر الماضية لم يؤثر على سر العلاقات التي بلغت اشواط المتقدمة وكان لبن سلمان اسباب في التغيب قيل انه مع تهديدات الامريكية تفهمتها الجزائر بدورها ولم تصعدوا المملكة السعودية من ابرز خلفاء الجزائر حيث يحاول اعلام نظام المخزن المغربي مسابقة الزمن للاحق بسبق الاحدث على الصحر الافتراضي بعدما عجز على مقارعتها اقتصاديا ودبلوماسيا في مشهد جعل فيه من الجزائر هدفا ادوات هذه المعركة بعض النشيطين من العياشة على شبكة التواصل الاجتماعي الجزائر رغم محاولة المخزن لا تريد ان ترفع العقوبة لانها تراها وجبا لردع النظام المغربي الى ان يتوب من كل مؤامرته وتحالفته ضد الجزائر بتعراجع كل وجد في ار الميدان فدلي عدم وجود اي تقف المخزن الذي مضى اشواطا طويلة في العمل خاصة منذ هرولت محمد ثالث لتطبيع فاق كل توقعات ويحاولون التشويش على العلاقات الجزائرية مع ابرز هلفائها وابرزها المملكة السعودية التي تعد حالفا مميزا وقوي للجزائر فما رأيكم في ذلك اخبار اليوم مفاجأة مدوية من السعودية مع الجزائر تباغت الجميع وماذا يريد ان يفعل وهكذا تفاعل الجزائريون وتفاصيل جديدة بداية وبعد الحدث عن السعود محمد بن سلمان مجددا على اخر وحسب صحف محلية تدولت الخبر بقوة مشيرة الى ان ولي العهد السعودي يجهز الى زيارة قريبة الى الجزار ينتظر ان تكون في الايام القليلة القادمة لتكون الزيارة لها عدة اهداف اهمها تدارك تغيبه عن قمة الجزار الذي مهما كانت اسببه وتخوفته حينها سيبقى تغيب عن حدث مهم جدا للامة الاسلامية والعربية في لم الشمل خطأا فالحا من بن سلمان كذلك مع حدود زيارة المرتقبة يريد بها ان يسد اي ابواب محتملة تستغلها اي اطراف معادية لا يعجبها التقارب وتحالف الجزائر السعودي وابرزها اعلام النظام المغرب الذين يستغلون اي خرجة للتشويش على الجزائر مع اي دولة كانت مورية اللتان تعدان فاعلتان ولهم تأثير قوي في العالم العربي والاسلامي ولعالم ككل مع اقتصادهما وانتاجهما الضخم للنفط والغاز في ظل ازمة استاقة خانقة يعاني منها العالم هذا وتفاعل الجزائريون بايجابية سعودية اهمية والتقدير من الجزائريين يبادله ايضا السعوديون بنفس القدر على امل ان تستمر العلاقات في احسن ضروف ولا صديع الجهود مع التاريخ المشترك والحب المتبادل هذا ومن جهة اخرى اما وعن المفاجأة التي يخططني لها اخبار اليوم فيصل قاسم يتحدى الجزائر وقناة الجزائر ولن تصدق مدفى على مجددا وهذا ما حدث له مع الجزائر وعملته للمخزن المغربي بداية عاد المدع فيصل قاسم مجددا ليتجرأ على الجزائر وليعود الجدل بقوة مع تهجمته على كل ما هو جزائر في كل مرة وهذا بعد اشهر من الصمت وعدم التطرق للجزائر بسبب ما قيل حينها انه تم بهدده من قناة الجزيرة لكي يوقف سلسلة مهاجمته للجزائر ليعود الان ويحدث خضب كبير للجزائريين ويطالبون الجزيرة بوضع حد نهائي لهذا النابه وإلا سيقطعون قناة الجزيرة ككل فالاخير لا يكفيه تهجم على رموز الجزائر وكل شيء الان رح يهجم عد طورا ويتغنى بالاساوار وكذا يهجم مسندات الجزائر للفلسطينيين والعرب حيث نشر هذا المدعو فيصل القاسم سلسلة تغريدات على تويتر وهو المعرف بعملته للنظام المغربي ولم يعارض هرولت محمد ثالث لتطبيع عملته للعداء على عدة الدول العربية اتجاء تهجم صاحب برنامج الاتجاه المعاكس على الجزائر بسبب حرصها على نصرة القضية الفلسطينية خلال اشغال قمة العربية التي احصد نصها تزامنا مع عيد طورة تحريرية المسجد المصادف للفاتح نوبمبر ونشر مدعي الجزيرة فيصل القاسم تغريداء قال فيها ما قيمة ان تتفخر بطرد الاستعمار من بلادك وتحتفل بالاعياد الاستقلاء ومناسبات طورة على المستعمار ثم تحلم ليلة نهار بالحصول على تأشير لسفر الى بلاد الاستعمار والعمل هناك حتى كمسيح احلية او عامل تنظيفات وتعرض الاعلام السوري الى انتقادات من اعلامي ونشيط جزائري بسبب استهداف الجزائر في عيد طورتها وكل مناسبة ليضطر الى الرد بتغريدة تظهر نفاقه الكبير قال فيها انه يكتب على الوضع العربي عموما ولا يقصد اي بلد بتغريداته وغرد قائلا نحن نكتب عن وضع عربي عام بائس وتاهيس ولا نحدد بلدا بالاسم لهذا لا ندري لماذا البعض يرد على التغريدات كما لو انه هو المقصود بها ورد عليه الاعلام الجزائري قال ابن عمار قائلا هاجم دولة تسجير بفلسطين في عيد طورة ثم قال انه لا يقصد احدا رغم ان الجزائر هي من حسد نص قيمة فلسطين اثناء احتفالها من نوفمبر وليست هذه المرة الاولى التي يهاجم فيها قيصة القاسم الجزائر فقد سبق ان اتار الاعلام السوري ببجة غضب في الجزائر بتغريدة طول فيها على الجزائر ليضطر بعدها الى حدفها من حسابته بمواقع التواصل دون تقديم اي مبررات تدعم اتهامته البطيلة في انتظار الاجر الذي ستتخذه الجزائر ضده لان ذلك ضروري جدا فالاخير تجاوز كل خطوط الحمراء فما رأيتم في ذلك؟ هذا ومن جهة اخرى اخبار اليوم محلل يعدوي يكشف كيف نجحت خطط الجزائر امام المغرب والامارات وهكذا قطعت الجزائر طريق امام محاولة ودخول سريع جدا وهكذا قطعت الجزائر طريق عليهم امام المحاولة ودخول سريع جدا بداية عدى المحلل الفلسطيني عبدالباري عطوان وكذا صحف عربية للكشف مجددا والحال تعمى فعلته الجزائر في مصر لقطعت طريق على اي محاولة من الدول المطبعة في سغلال الجلسة كانوا سيستعملون نهال التشويش على الجزائر حيث تحدث مجددا المحلل الفلسطيني عبدالباري عطوان عن الاجتماع الذي كان في مصر لعدد من دول اذا عجبك الفيديو اشترك في قناة تحفتيوب ولا تنسى الاعجاب والتعليق